تأكيدك لقدرة القطاع الخاص في أي دولة ومنها مصر يعني إيه اللي ممكن نقوله للقطاع الخاص في مصر حالياً؟ إيه اللي ممكن الحكومة تقدمهوله؟ إيه اللي ممكن التشريعات تساعده على أن يقوم بدوره الحقيقي في تنمية الاقتصاد المصري؟ بسينا هقول حدثك بداية من ساعة لما القطاع الخاص يطلب الحصول على رخصة لممارسة النشاط الحصول على قطعة أرض لممارسة نشاط عليه الحصول على ترخيص بالعمل بدء ممارسة النشاط الحصول النفاذ إلى البنوك والحصول على تمويل الحصول على إحتياجاته من الطاقة حتى الطاقة دي لها إحتياجات يعني في بعض الصناعات الكبيرة بتحتاج مؤلدات كهرباء كبيرة بتحتاج غاز طبيعي بتحتاج أي إن كان فلازم الكهرباء تبقى موفرة لها إحتياجاتها دي كلها دي حاجات بطلبوها أحيانا بعض المتطلبات زي الرخص والكلام ده كله بتاخد وقت في البلاد المتقدمة يعني الإجراءات تسهيل الإجراءات بقوة يعني نحاول لحضرتك حاجة النهاردة في بعض المصريين رجال الأعمال وسيدات الأعمال ابتدوا يروحوا يفتحوا الشركات بتاعتهم في أماكن أخرى يعني واه في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية علشان تاخدي رخصة العملية بتاخد شخصة من ثلاثة أربعة تية حتى لو كان مصنع كبير بتقدمي الرسومات دي الرسومات اللي احنا هنعملها ده المصنع اللي احنا هنعمله وإحنا عايزين أرض في الحتة الفلانية الأراضي متاحة ومتوفرة يخصصوا هالك تقدمي الرسم وبعدين بعد كده يدوكي رخصة مؤقتة وبعدين يدوكي رخصة نهائية لما يتأكدوا إن كل حاجة ماشي صحب فالعمالية مش معقدة قوي هناك كده يعني إحنا عندنا كلام ده بيخد وقت حيث أن انت تحصولي على أرض طب تمن الأرض إيه وجهت نظري إن احنا الأرض دي لازم تبقى كلها حق انتفاع وحق انتفاع لفترات ممكن تكون 30-40 سنة هكتقصو دي بلاش ملكية بلاش بيع يعني خليها حق انتفاع لعدد من السنين حق انتفاع لعدد من السنين يا إيجار وإيجار زهيد مش إيجار جامل لأنه مش لازم أن الأرض تمثل تكلفة كبيرة على المنتج المفروض أنه ليمثل تكلفة للمنتج هو المكنة اللي بيبنيه والمبنى اللي بيبنيه والتأسيس اللي بيأسسه وعلشان يقدر يبتدي أشتعار والله يعني وكية نظر طبعا جميلة يعني هي مش أنا العالم كله ماشي كده يعني بالعكس ده مثلا في الصين حضرتك هتلاقي مناطق اقتصادية خاصة مناطق اقتصادية خاصة دي لها قوانينها قوانينها اللي هي بتسهل قوي تقولك مثلا المنطقة الالف فدان دي ولا العشرة الالف فدان دي دي منطقة اقتصادية خاصة اسمها اكس وي زاد تمام المنطقة دي اللي هيتوطن فيها الصناعة اللي هتتوطن فيها هتاخد المزايا كذا 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 بيدوها مزايا خاصة مالهاش علاقة ببقية البلد فعندهم كذا منطقة اقتصادية خاصة كل منطقة بمزايا كل منطقة بتدي مزايا للمشروعات اللي بتتمي فيها لان عندهم مجموعة من الاهداف احنا عايزين نصدر اكتر عايزين نشغل اكتر وهكذا احنا بنعمل ايه احنا بندي نفس الشروط لكل المناطق باستثناء المناطق الحر دي بنديها شوية مزايا اكتر انا مش عارفة ليه بس يعني مش مفروض انا وجهت نظري كمان حاجة تانية ان المحافظات يبقى لها الحق انها تحط الشروط بتاعتها المشجعة لتوطن الصناعة في هذه المحافظة على سبيل التحديد ويبقى فيه عائد بيروح للمحافظة محترم عشان تقدر تطور نفسها منه فيه كده على اعتبار زي ما عليك بتقولي دلوقتي انه مش كل المحافظات لها فيها نفس الظروف ونفس التسهيلات يعني احقول لها حدرتك برضو في الولايات المتحدة الامريكية وفيه قانون فدرالي بيحكمهم لكن فيه قانون على مستوى المحاق الولايات يعني كل ولاية كل ولاية لها القوانين بتاعتها والغرض ايه ان الولاية دي تبقى تنافسية مع باقي الولايات يعني مش لازم قوي قانون الضرايب بالضبط ينطبق عليهم يعني فيه حاجات اللي هي خاصة بالفدرال بالمستوى الفدرالي دي واحدة لكن داخل جول ولاية نفسها بيبقى كل ولاية لها النظام بتاعها لها اسلوب التخصيص بتاع الأرض بتاعها القطاع الخاص يعني عادة بيتجه نحو العقارات على أساس أنه طبعا ربحها بيعود عليه سريعا فهل لما نتيح هذه الأراضي نتيحها للعقارات ولا نتيحها للمصانع يعني أماكن المنتجة يعني بس أنا هقول حضرتك حاجة أنا بتكلم مبدايا على القطاعات الإنتاجية بس المشروعات العقارية إنتاجية أنت بتنتج برضو أنت بتنتج عقار وبتشغل ناس وكل حاجة بس لفترة معينة لفترة معينة صح لكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والكلام ده بتدي نشاط على فترة ممتدة أكتر عملية تخصيص الأرض اللي هي بنسميها زونيج إن ده منطقة زراعة فدي بيبقالها شروط شروط ودي منطقة مثلا سي وليكن العشر من رمضان دي منطقة صناعية فلازم تحكمها شروط معينة فهي على حسب طبيعة النشاط في المنطقة لازم الدولة يبقى عندها أهدف لو الدولة هدفها أنها تنمي الزراعة وتنمي الصناعة والسياحة مثلا خليكن التلاتة دول ويمكن تكنولوجيا المعلومات يبقى تستهدف دول بمجموعة من المزايا ويستمر ويدي أحسن ما عنده ده على المستوى العام لكن لازم برضو تسمح للمحافظات فريدي أنا فريدي محافظة يعني يكون لديها بعضا من حرية الحركة حرية الحركة بالضبط كده فريدي إحنا مثلا في محافظة إينا محافظة إينا دي بعيدة عن القاهرة يعني عارفة علشان حتى تنتج حاجة وتوصل للقاهرة حتكلفها جامد طيب محافظة إينا عايزة الناس تتوطن فيها بلازم تدي مزايا عشان المستثمر يجي يتوطن في إينا إينا ما ديها محافظة جميلة جدا بس يعني أنا بخدها بس كمكان جغرافي يعني أو سهاج فلازم تدي مزايا تجذب المستثمر اللي كان هيروح مسلا يستثمر في باني سويف تقول له لأ تعالى عندنا أو باني سويف تقول لأ ما تروحش القاهرة تعالى عندنا وبعدين هي كل محافظة من المحافظات عندها مزايا نسبية في حاجة يعني ميزة نسبية في حاجة بتنتج منتج معين متميزة فيه ممكن يبقى فيه تصنيع بعد كده بتنتج عندها مواد معدنية ممكن استخراجها واستفادة منها وتصنيعها وكده عندها جو حلو فممكن تبقى قريبة من النهر قريبة من البحر كل محافظة عندها ميزة نسبية لازم المحافظات يبقى لها الحرية أنها تحدد الدرائب بتاعتها والرسوم بتاعتها والشروط بتاعة الممارسة النشاط فيها بالطريقة اللي تعظم لها العائد وتشجعهم يبقى لازم المحافظات دي تعمل نظام تحفيز للمستثمرين فيها يعني معنى كده حديث بتقولي أنه يعني خريطة مصر لابد أن يعاد الرؤية فيها من حيثه حوافز الاستثمار طبعا ما ينطبق على القهارة أو اسكندرية لا ينطبق على بني سويف ولقصر وأسوان صحيح طب ما ده كلام بديه الحقيقة طب أسهم لا ملوش هو بديه بس يعني لازم هي ده عايز أن النظام يبقى أقل مركزية خلينا نقول مثلا فيه نوعي من الدرايب الدرايب لازم تروح على المستوى المركزي مثلا درايب الدخل والدخل والكلام ده تروح أما دريبة قيمة المضافة فجزء منها يستبقى في المحافظة يكون مثلا 20-30% في المحافظة والبقى يروح للمستوى المركزي دريبة التصرفات العقرية جزء أكبر منها تبقى في المحافظة وجزء أقل بيروح للمستوى المركزي لازم يبقى فيه يعني أن لا يذهب حيث بتقولي أن لا يذهب كل ناتج الدرايب إلى الدرايب المركزي أو إلى وزارة المالية آه لازم جزء يستبقى وتشرف عليه وزارة المالية تراجعوا يعني تبقى متابعاهم لكن لابد من مميزات ما للمحافظات الأخرى ده بالنسبة للدرايب لأنها مصدر لدخل المحافظة ترجمة نانسي قنقر